أحيات الكنائس الكاثوليكية في الأردن يوم الحج المسيح السنوي الثالث والعشرين لموقع عماد السيد المسيح في المغتص بقداس احتفالي ترأسه غبطة البطريار بير باتيس سابت سبالة بطريارك القدس للاتين بحضور رؤساء الكنائس الكاثوليكية في المملكة وعددا من المطارنة والأباء الأجلاء وجموع غفيرة من المؤمنين تفاصيل أوفا في التقرير التالي بمناسبة مرور 23 عاما على بدء الحج المسيحي إلى موقع عماد السيد المسيح بالمغتص أحيات الكنائس الكاثوليكية في المملكة هذا اليوم بقداس احتفالي ترأسه غبطة بطريارك القدس للاتين بير باتيس سابت سبالة بمشاركة رؤساء وممثلي الكنائس الكاثوليكية في المملكة وحضور الدكتور عماد حجازين أمين عام وزارة السياحة والأثار وحضر القدس العديد من الأساقفة المشاركين ضمن وفد تنسيقية الأساقفة من أجل دعم الأرض المقدسة القادمين من دول أوروبية وأمريكا الشمالية إضافة إلى عدد من النواب والشخصيات والسفراء وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة كذلك الكهنة والرغبان والراهبات وشخصيات دينية ورسمية وجموع حاشدة من المؤمنين يزيد عددهم عن خمسة آلاف حاج وخلال الاحتفال الديني بارك غبطة البطيرك الحضورة بماء نهر الأردن المقدس كما ألقى عظة القدس التي تحدث فيها عن معاني المعمودية الروحية والإنسانية الروح يجمع بينما الجسد يفرق علامة وجود الروح في حياتنا هو إذا إحنا أن نبني الوحدة إذا منجمع الناس نحن نطلب من يسوع الغفران والمسامحة لكل مرة إحنا ما قدرناش نبني الوحدة ما قدرناش نجمع الناس حولينا في المجتمع في العيلة في الجماعة راح نجدد الموعيد راح نجدد الوعد اللي وعدناه في المعمودية وتجديد هذا الوعد يعني تعطي مجال ليسوع أن يعمل بحياتك نجدد المعاميين وعني أعطي مجال نقول أنه مجال يسوع أن نجدد المعامي المجال نحن نكون هنا ونقبع بحياتنا نجدد مجال مع نسيط نجد أن نفذر على النساء وليس على النساء جدد وعدك المعمودية وبسطنا رشاة المي احكي ليسوع يا يسوع أنا هون أشان أجدد كمان مرة إرادتي أن أعيش بحسب الروح وليس بحسب الجسد فليبركنا الرب ويجعل من كل واحد فينا عضاء للوحدة والسلام هنا في المملكة الوردنية الهشمية وفي القدس وتم خلال الاحتفال رفع الأدعية والصلوات من أجل ديمومة الأمن والاستقرار في الأردن تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة ومن أجل تمتين الوحدة الوطنية والدعاء بأن يعم السلام والعدالة في القدس وفلسطين وسائر دول المنطقة والعالم واختتم القدس بكلمة ألقاها أمين سر النيابة البطرياركية اللاتينية الأب عماد علامات شكر فيها باسم البطرياركية اللاتينية والكنائس الكاثوليكية الجهات الحكومية والأمنية والكنسية والإعلامية التي عملت بتعاون تام لإنجاح يوم الحج الكاثوليكي نتقدم بالشكر الجزيل لوزارة السياحة ممثلة بعطوفة الدكتور عماد حجازين أمين عام الوزارة وكافة مدراء وكوادر الوزارة الحاضرين معنا ونشكر بشكل خاص هيئة تنشيط السياحة بمساهمتها في إنجاح هذا الاحتفال بتأمين الحافلات لعدد من الكنائس نشكر القوات المسلحة الأردنية الباسلة الجيش العربي ومعهم نشكر كافة الأجهزة الأمنية على عملهم الدؤوب لجعل هذا اليوم المبجل ومبارك يوماً مميزاً ونشكر هيئة المغطس وعلى رأسها سمو الأمير غازي بن محمد المعظم وإدارة الموقع المهندس رستوم والدكتور عبد العزيز وكافة الطواقم على رعايتهم لهذا الموقع وعملهم المستمر لتطويره والتعاون المستمر مع الكنائس كما نشكر السيد نديم المعشر الحاضر معنا المحسن لهذا البيت نشكر أعضاء مجلس النواب الأكارم على حضورهم ونتمنى لهم خدمة جليلة للوطن والمواطنين كما نشكر أعضاء السلك الدبلوماسي على مشاركتهم كنيسة الأردن هذا اليوم المبارك شكرا لكم أعضاء السيدات والمعظمات 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 لأنهم يتم تشترك معنا اليوم نشكر أعضاء السيدة الأرض المقدسة والأصاقف الأجلة والقادمين من عدة دول لمشاركتنا وبدأ الزيارة للأردن أعضاء السيدات والسادة من على ضفاف النهر المقدس نرفع الدعاء أن يحفظ الله جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ويسدد خطاهما لخير الأردن وشعبه العزيز وندعوه تعالى أن يحفظكم جميعا بالنعمة والسلام والبركة وشكرا وقبيل الحفل الديني قال البطيرق بتسبالة خلال مؤتمر صحفي نولي الاهتمام الكبير لهذا المكان المقدس ونؤكد على تشجيعنا لمشروع تطوير موقع المغطس الذي تم الإعلان عنه مؤخرا ولفت البطيرق إلى أن مشروع تطوير موقع المعمودية سيشجع الحجاج والمؤمنين من مختلف أنحاء العالم على القدوم إلى هذا المكان الذي سيتم فيه توفير كافة الخدمات التي يحتاجها الحجاج كما استذكر خلال المؤتمر الباب الراحل بن دوكتس السادس حشر الذي وقف مع جلالة الملك وجلالة الملكة لوضع حجر الأساس لكنيسة المعمودية الكاثوليكية داعيا الأصدقاء من كل مكان أن يساعدوا قدر الإمكان في سبيل إتمام هذه الكنيسة والتي ستكون تحفة فنية رائعة تحمل اسم معمودية السيد المسيح على الضفة الشرقية لنهر الأردن كما ألقى رئيس وفد تنسيقية الأساقفة من أجل الأرض المقدسة المطران نيكولاوس هاسون القادم من بريطانيا كلمة استعرض فيها أهداف الوافد وأسباب حضوره سنوياً إلى الأرض المقدسة معبراً عن سعادته الكبيرة بأن يكون في هذا المكان المقدس لأول مرة وعقب المؤتمر نزل البطير في السبالة والمطران جمال دعيبس والمنسيور موري لالي إلى نهر الأردن وغرف الماء المقدس لمباركة المؤمنين وتوجه الموكب تتقدمه الفرق الكشفية وحاملو الشموع إلى كنيسة المعمودية حيث ترأس البطير بيت سبالة قداس الحج الاحتفالي لهذا العام بمشاركة المطران دعيبس والمطران جوزيف جبارة ورؤساء الكنائس المارونية والكلدانية والسريانية الكاثوليكية في المملكة وإشار أن فضائية نورسات قامت بنقل وقائع الاحتفال على الهواء مباشرة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر